وخلال جولته بمدينة سانت كاترين تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع إنشاء ساحة ومبنى السلام ويشمل المشروع إقامة ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 12 ألف متر مربع ومبنى عرض متحفي متنوع بمساحة 7300 متر مربع حيث تضم مسرحا وقاعة مؤتمرات وكافيتيريا وأغرف اجتماعات لتستوعب مختلف الفعاليات مع تصميم خدماتها الضرورية بشكل غير مؤثر على البيئة الطبيعية كما تشمل المشروعات تطوير منطقة إسكان البدو القائم بما يتضمن تنسيق الموقع العام وإنشاء خدمات مهمة مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر وتشكيل الجبال والوديان